وفي معركة تحرير القاعدة الجوية تمكن الجيش والمقاومة من تحريرها بعد أن سيطروا على التلال المحيطة بالقاعدة وعلى الطريق العام وقال الشهود عيان إن انفجارات كبيرة سمعت داخل القاعدة الجوية وسط تبادل إطلاق النار وارتفاع أعميدة الدخل اندحار الانقلابيين من قاعدة العند إنجاز المتوقع لأكبر عملية عسكرية ينفذها الجيش الوطني لتحرير القاعدة الأكبر والأهم في جنوب البلاد بدأ الجيش عمليته العسكرية في وقت مبكر من فجر اليوم عندما اقتحمت وحداته مسنودة بعناصر من المقاومة القاعدة من الجهات الغربية وسط قصف كثيف لطيران التحالف أتى على معظم القوة النارية للمتمردين داخل القاعدة معركة استعادة قاعدة العند خلفت العشرات من القتلى في أوساط المتمردين وعددا غير محدد من العربات المدرعة والدبابات التي كانت جزءا من ترسانتهم العدوانية مصدر في الجيش الوطني أوضح أن خطة الهجوم على قاعدة العند قاضت بتنفيذ هجوم شامل من عدة اتجاهات بالاستناد إلى قوة بشرية كبيرة وعتاد عسكري حديث وصل إلى محيط القاعدة من العاصمة المؤقتة عدن العشرات من المتمردين فروا تحت الضربات المؤثرة للجيش وطيران التحالف باتجاه الشمال مخلفين وراءهم هزيمة ثقيلة ودرسا قاسيا تلقاه من الجيش الوطني والمقاومة الباسلة وإلى الشمال من قاعدة العند خاضت المقاومة الشعبية معارك شريسة في ثلاثة مواقع بالقرب من صنع الأسمنت ومعسكري لبوزة وانتهت هذه المواجهات بتقدم المقاومة والسيطرة على مواقع جديدة وخلفت عددا من القتل والجرح في صوف المتمردين وسط توقعات بسقوط معسكري لبوزة في غضون الساعة القليلة القادمة يأتي ذلك فيما أحكم الجيش الوطني والمقاومة سيطرتهما على مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج وهي آخر مدينة كبيرة في المحافظة يتم تطهيرها من تواجد الميليشيا ومتمرد الجيش الموالي لمخلوع صالح الخطوات تتسارع نحو النصر وبدأ العد العكسي لاندحار الميليشيات الإرهابية من جغرافيا لم تعد تحت من مغامرة المقامرين بحاضر اليمن ومستقبله